حذر قائد القيادة الوسطى الأمريكية جنرال كانيث مكنزي من برنامج إيران للصواريخ الباليستية وقال إن هذه الصواريخ تتزايد دقتها وهو أمر مقلق على حد تعبيره وأشار مكنزي إلى أن طهران لم تقم بأي أنشطة في برنامجها النووي لا يمكن التراجع عنها أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن رئيس هيئة الأركان أفيكوخافي سيزور الولايات المتحدة الأحدى المقبل وأوضح أدرعي أن الزيارة ستستمر خمسة أيام يبحث خلالها كوخافي ملف التهديد النووي الإيراني وجهود تهران لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط إضافة إلى جهود حزب الله اللبناني في تعزيز قوته وتدعيات تهديد الصواريخ الدقيقة لإسرائيل ومن واشنطن لننضم إلينا مراسونا جو تابت جو من التحذير الأمريكي إلى هذه الزيارة أيضا الإسرائيلية وأهمية ملفات البحث والنقاش والتي تأتي في خط متوازن أيضا مع مفاوضات جونيف تماما روبير المواضيع كلها مترابطة من محادثات فيينا وصولا إلى تصريحات الجنرال مكينزي يوم أمس والتي حذر فيها من أن تهران طورت من الناحيتين النوعية والعددية صواريخها الباليستية وصولا إلى زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في الأيام المقبلة إلى واشنطن في الواقع كما أن واشنطن قلق من نشاطات طهران في المنطقة أيضا هناك قلق أمريكي واضح من ارتفاع منصوب التوتر بين تل أبيب وطهران ربما لذلك كوخافي سيركز جزءا من نشاطاته في واشنطن بلقاء مسؤولين في البنتاجون القلق الأمريكي من هذا التوتر الإيراني الإسرائيلي محصور في الخوف من اتجاه الأمور إلى سوء حسابات فيما يتعلق بتبادل العمليات بين الحين والآخر وأحيانا أيضا عمليات في منطقة مياه بحر الخليج والبحر الأحمر لذلك هناك قلق أمريكي من أن تنفلت هذه الأمور أو ينفلت هذا التوتر ويؤدي إلى مواجهة شاملة لذلك تريد واشنطن إدارة رئيس بايدن تريد ضبط إقاع هذا التوتر أو احتواء الخطر الإيراني أو التهديد الإيراني في الوقت نفسه مواصلة المحدثات في فيينا لعل هناك معلومات تشير بأنه ربما قد تماهد هذه المحدثات في الأيام أو الأسبوع القليل المقبلة إلى صياغة تفاهم يؤدي إلى عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق الدولي النووي مرسلنا جوتابت مباشرة من العاصمة الأمريكية وواشنطن شكراً لهم شكراً لهم